مجزا ثانية صباحا من أونلايف أهلا بكم أشهد الرئيس عبد الفتاح أسيسي في جهود وزارة الانتاج الحربي في تطوير خطوط انتاجها من خلال التعاون مع شركات عالمية للحصول على أفضل التقنيات الحديثة ومواكبة التطورات التكنولوجية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع وزير الدولة للانتاج الحربي محمد العصار لبحث خطط عمل الوزارة لتنمية التصنيع المشترك مع عدد من الدول أكد منذوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمر أبو العطان قيادة مصر لمبادرة مكافحة جرائم الاستغلال والتعدي الجنسي في سياق عمليات حفظ السلام تأتي التزاما منها بالأسس والمبادئ الحاكمة لعمليات حفظ السلام جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتوافق الأراء حول مكافحة جرائم التعدي الجنسي في سياق عمليات حفظ السلام ناقش رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل خطة العمل في المحافظات مع وزير التنمية المحلية دكتور هشام الشريف قبل الاجتماع المقرر لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل وضف اسماعيل ان الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017-2018 يجرى عمل عليها حاليا موضحا ان حجم الموازنة التي ستصل بها الى 1.1 تريليون جنيه وانه من المتوقع ان يتجاوز حكم الناتج المحلي 4 تريليونات جنيه استعد الجيش الوطني اليمني سلسلة جبال السفينة المطلة على مديرية نهم بعد معارك عنيفة خضها مع ميليش الحوثي وصالح خلال الساعات الماضية وقال مصدر عسكري ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتت تسيطران على الطرق الرابطة بين مديرية نهم وبني حشيش لفتا الى ان المعارك ما تزال مستمرة في كل المحاور دعا مجلس الامن الدولي اطراف الازمة السورية الى العودة الى طاولة المفاوضات في جنيف في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بدون شروط مسبقة واصدر المجلس بالاجماع بيانا شدد فيه على اهمية التنفيذ الكامل لوقف اطلاق النار وضمان وصول المساعدات الانسانية الى المحاصرين ومخيمات اللقوء كما حث البان واعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا على استخدام نفوذها للمساعدة في وضع حد للمأساة السورية مجرس جديد مشاهديناتكم على رأس الساعة ابقوا معنا اشتركوا في القناة